السيحات. بالنسبة لي يعني اخوان المسلمين هو مسبب المشكلة في تونس. اه من جهة مش من التونسية من جهة اجنبية اللي هي معاملة عليها يعني يعنصر دولة يعني عضو في الاتحاد الاوروبي. بحضحين. اكبر. 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 ايه زي لا يا زي تفسر. هو قال بالنسبة لي يا اما معاتش عنا وقف يزيبنا نعاولوا تونس وقالنا نحبيه الخوان المسلمين. بالضبط عليش حسب برايكة وتم اقحام. لانه هنا في مفترق الطرق. تونس يا بش تمشي للشرق يا بش تقعد بحض الغرب. هوني المعادلة ولات هكا واضح. خاصة بعد التدخل اللي شفنا بالنسبة ليه والقطع لعلاقات مع يعني التوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويطاليا هي القاتل روح المتضرر الاول. وربما بعد المتضرر الثاني وبعد شفنا زادت تصريحات متاع الامين العام للحلف ناتو. حلف شمال اللي يقول لك في صورة ما اذا كان تونس فانتي ولا بالنسبة لها يعني بش تال الوضع يدخل بعضه في تونس يعني هوني يذكروا فينا بتجربة الليبية. الناتو بش يدخل في تونس. لحماية اوروبا من المهاجرين. هذي من عليش كان تصريحات متاع رئيس تابون في الجزائر وبنالاسباليلة الوزيرة رئيس الحكومة تنقلت الجزائر. وهذي بالنسبة للعاملية الواضحة. اذا هذا هو المجهول وهذا هو النيار اللي يسرحوا به هو. لكن هو ليس مجهول وليس النيار. اليوم بالنسبة لتونس هي في وضعية انه الغرب يستجلبها والشرق كذلك يستجلبها. ما صلاحة هي وين? هذه الوقتة وهي دولة ذات سيادة. الخوين معناها حركة النهضة. الخوين معناها حركة النهضة اللي هو ما جابت لخلاص وما تباح. وما تباح. معناها بالنسبة آآ ليك آآ وزير الخارجية الايطالي اصاب كما قال الكلام هذي كان من عاونوش تونس معناها شنو المحابية ترجع حركة النهضة للحكم. يا طيعة يعملوا انقلاب في تونس وترجع حركة النهضة للحكم. يا يواي باركو الوضعية فهمتي اللي موجودة في تونس انتقال الديموقراطي وواصلوا معاها. مهم. وهوني بشي حافظوا عليها في المعسكر الغربي وما تمشيش لمعسكر الشرق. واضح خليفة.